الآن السؤال الثاني من الإخوة الصم يسأل يقول ما حكم لعب النرد أخوي الفاضل بالنسبة للعب النرد محرم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله وجاء في لفظ آخر من لعب بالنردشير أو بالنرد فكأنما غمس يده في دم وشحم خنزير أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وكان ابن أسعود يحذر من هاتين الزهرين اللي هي الزهري سمى الزهر هذا اللي يرمى فإنه من القمار ولذلك النصوص الشرعية ظاهرة وواضحة في حرمة النرد أي لعبة من الألعاب التي تأخذ حكم تأخذ صفة النرد فتأخذ الحكم يعني هناك ألعاب حديثة جدا فيها الزهر هذا فهذه سمى نرد أيضا حتى وإن اختلفت الأسماء ترجمة نانسي قنقر